بعد 27 يوما من القصف و2500 غارة شنها تحالف عصفة الحزم أوقعت نحو ألف من الضحايا فيما عدد الجرح قارب 3500 كل هذا وفق الأرقام المسجلة لكن الواقع قد يكون أكثر من ذلك بكثير 85% من اليمنيين تأثروا بالأحداث بحسب اليونسيف الحصار البحري أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية في دولة يسكنها 25 مليون مواطن أكثر من نصفهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبعد إعلان توقف الغارات سارعت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة للتدخل السريع والعاجل لتلبية الاحتجاجات الإنسانية وتوفير الأمن الغذائي والصحي لنحو 7 ملايين ونصف المليون يمني وفي ظل تعرض العديد من المستشفيات والمنازل والمدارس ومحطات توليد الطاقة والمياه وباقي البنى التحتية في هذا البلد الذي يعاني أصلا من مشكلات وأزمات اقتصادية وإنسانية كبيرة أكدت تقارير للأمم المتحدة أن مخزونات الغذاء المخصصة للحالات الإنسانية داخل البلاد لا تكفي لتلبية الحاجات المتنامية كما أن التراجع الحاد في الواردات التجارية يهدد المعروض الغذائي الأوسع وكانت متحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود قد حذرت من تفقم الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب صعوبات التنقل والوصول إلى السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني في اليمن صعب جدا وكارثي على أقل تقدير في مدينة عدن التي ينقصها الغذاء والماء وخصوصا اللوازم الطبية والجراحية على حد وصف اللجنة الدولية واعتبرت تقارير الصليب الأحمر أن الوضع الأخطر هو في المجال الصحي إذ نفذت اللوازم الطبية والجراحية في ظل غياب الخبرات المطلوبة للتعامل مع الإصابات وتشير إحصائيات منظمة اليونسيف إلى أن 27 يوما من الحرب أسفرت عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص من جانبها قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لعمم المتحدة الفاو إن الصراع في اليمن يعرقل موسم زراعة المحاصيل وينذر بحدوث نقص غذائي وقالت المنظمة إن أسعار الأغذية ارتفعت إلى المثلين بينما قفزت أسعار الوقود إلى أربعة أمثالها